أهلا بكم مشاهدينا في كل مكان بيستنى أصحاب المعاشات الزيادة السنوية للمعاش كل سنة لكن قانون التأمينات والمعاشات الجديد قدم لنا مفاجأة وهو المعاش الإضافي وإحنا بنقدم لكم في صدى البلد في تغطيتنا دلوقتي الشروط وخطوات الحصول على المعاش الإضافي ده فتعالوا بينا نشوف مع بعض أقرت الحكومة زيادة في المعاش طبقت في شهر إبريل اللي فات واللي كانت على حسب مبلغ المعاش فاللي كان معاشه ألف بقى بعد زيادة ألف مية وثلاثين جنيه واللي كان معاشه ألفين بقى بعد زيادة ألفين ميتين وستين واللي كان تلت تلاف بقى بيحصل على معاش قيمته تلت تلاف تلتمية وتسعين جنيه كمان اللي كان بيحصل على معاش أربع تلاف جنيه بقى بيحصل على معاش أربع تلاف خمسمية وعشرين جنيه واللي كان بيحصل على خمس تلاف بقى بيحصل على معاش قمته 5650 جنيه واللي كان بيحصل على معاش قمته 6000 جنيه بقى بيحصل على 6780 جنيه أما بخصوص المعاشات الإضافية فقانون التأمينات والمعاشات الجديد حدد حالات بيحق فيها لأصحاب المعاشات الحصول على معاش إضافي ونص القانون على أنه يجوز للمؤمن عليه اللي بيزيد أجره على الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني أن يطلب الحصول على معاش إضافي من الهيئة مقابل الاشتراك عن الجزء الزائد عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني بما لا يجاوز 100% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك وعن الخطوات فبيتم إنشاء حساب شخصي في صندوق التأمين الاجتماعي مقابل الحصول على معاش إضافي للمؤمن عليه وبيتم دفع الاشتراكات الشهرية على أساس أجر أو دخل الاشتراك الزائد عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني بما لا يجاوز 100% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك وفقا لإجمالي نسبة الاشتراكات المستحقة عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاء كمان حط القانون شروط للحصول على المعاش الإضافي وهي إنه يستحق المعاش الإضافي في حالة استحقاق المؤمن عليه معاشا حالة بلوه سن الشيخوخة مع توافر مدة اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاء لا تقل عن 120 شهر فعالية على الأقل وده بيكون لمدة 180 شهر فعالية بعد 5 سنين من تاريخ العمل بالقانون وانتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاء أو العجز الكامل أو العجز الجزئي المستديم مدى ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل وفي الحالة دي بيضاف المعاش ده للمعاش المستحقة وده وفقا لأحكام القانون وبيدخل المعاش ده في وعاء حساب زيادة المعاش المشار إليها بالمدى 35 من القانون ده واللي بتنص على زيادة المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارا من أول يوليو بنسبة معدل التدقم بحد أقصى لنسبة الزيادة 15% ومش بتزيد قيمة الزيادة في المعاش عن نسبة الزيادة منصوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام ويتحمل صندوق التأمين الاجتماعي المشار إليه بالمدى 5 من هذا القانون بنسبة الزيادة عن جزء المعاش اللي بيلتزم بيه وبتتحمل الخزانة العامة بباقي قيمة الزيادة ويصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة القرار بنسبة الزيادة بناء على تقرير لجنة الخبراء وفي حالة استحقاق تعويض الدفعة الواحدة يصرف الرصيد المتوافر في الحساب أما في حالة وفاة المؤمن عليه وعدم استحقاب المعاش فوقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد في الحالة دي يصرف الرصيد ده لمستحق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة وفقا لأنصباتهم المحددة بالجدوى الرقم 7 المرافق للقانون ده فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد قدي إليه بالكامل وفي حالة عدم موجود مستحقين للمعاش يصرف هذا الرصيد للورثة الشرعيين ودي كانت أهم تفاصيل المعاش الإضافي وشروطه وخطوات الحصول عليه وفقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد بنشكركم على طيب المتابعة وللمزيد من الأخبار والتفاصيل زروا موقعنا موقع صدى البلد الإخباري وشكركم على طيب المتابعة وإلى اللقاء